حصل المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران حصل على عشرين تزكية من أعضاء مجلس النواب ليكون بذلك قد حصل على النسب المنصوص عليها في القانون ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخابات للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقري والتوثيق ترجمة نانسي قنقر